اشتركوا في القناة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أو عنهما أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم في شهر من الشهور كما تصوم من شعبان فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه يأتي بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي إلى الله تعالى وأنا صائم وورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر من الشهور إلا رمضان وما رأيته يصوم في شهر كما يصوم من شعبان أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لرمضان بالصيام في شعبان فمن أجد الأعمال إخوة الإسلام التي تنفع في رمضان هي الاستعداد له في شعبان قبل دخوله حتى لا تدخل عليه هكذا هجوما بل تكون مستعدا له فإذا جاء رمضان وأنت غير مستعد له إذا باغتك رمضان تفوت عليك الكثير من الخير وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وكان النبي قبلهم والصحابة رضوان الله عليهم ديدنهم هكذا كانوا يودعون رمضان ستة أشهر ويستقبلونه ستة أشهر كانت كل حياتهم تدور حول رمضان هذا الأمر الأول إخوة الإسلام الاستعداد في شعبان قبل رمضان الأمر الثاني الذي يجدي وينفع هو إدراك فضيلة هذا الشهر فهو شهر عظيم وهو شهر تغفر فيه السيئات والخطايا وتتضاعف فيه الحسنات وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإدراك هذه الفضيلة يدفعك إلى التزود ويدفعك إلى الاجتهاد في رمضان فهو نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى التي حث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعرض لها يقول صلى الله عليه وسلم إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ورمضان من هذه النفحات يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال هو حديث حسن صحيح يقول رغم أنف رجل أدرك رمضان فانسلخ رمضان أو دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له هذا دليل على عظم هذا الشهر وأنه فرصة عظيمة للناس للتزود من الخير الأمر الثالث إخوة الإسلام هو أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد من عليك وتفضل بأن بلغك رمضان وهذه فرصة حرم منها الكثير من الناس يعني الله سبحانه وتعالى قد بلغك رمضان كثير من الناس مات قبل رمضان بشهر أو بشهرين أو ربما بأيام أو ربما بساعات وأنت قد بلغك الله من عليك بهذه المنة وبهذه النعمة أن بلغك رمضان حتى تجتهد في هذا الشهر الكريم فهذه فرصة قد لا تعود قد لا يعمرك الله حتى في رمضان القادم فعليك أن تجتهد في هذا الشهر العظيم الغاية منه أن تعي أن الغاية من رمضان هي تحصيل التقوى وتحصيل الصبر الصبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام نصف الصبر والصيام مدرسة الله سبحانه وتعالى فرض الصيام من أجل التقوى يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ والتقوى هنا الفعل بالمأمور وترك المحظور فالإنسان يتعلم كيف يكبح جماح شهوته يتعلم في رمضان كيف يحكم هواه ويتحكم في شهوته ويتحكم في نفسه يكبح جماحها فلذلك إخوة الإسلام عليك أن تترك فضول الكلام وفضول الأقوال والأفعال التي لا تنفع عسى أن يجعلك الله سبحانه وتعالى من عتقائه من النيران وأن يجعلك من المتقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان على خير والأمة الإسلامية بأحسن حال هذا وصلى الله على نبينا محمد وبرك الله فيكم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة